بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء البيوت ما ينفعش تتساب من غير تفقد وعشان كده احنا منتفقد بيوتنا عشان كمان نتقدم ونزود التوافق عشان نوصل إلى الرضا الزواجي ومنه إلى السعادة الزواجية فعشان كده من وقت للتاني لازم ندرس ونفحص وندرس بعناية جدا 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 الأحوال اللي بتمر بيها البيت آخر حالة مرت علي خلتني أقول لا أنا لازم نعرض الحالة دي بشكل واضح علينا احنا تكلمنا في الأسبوع اللي فات عن ظاهرة رصدناها في الفترة دي عند بعض الزوجات وهي اختزال دور الزوج في أنه يكون قبل زوجته والعكس صحيح النهاردة بقى هنتكلم عن مشكلة موجودة في بيوت كتيرة وأول ما هقولها هتلاقي كتير الستات هايقولوا كده آه والله عارف أنت آه والله ديت لما حد يقول كلام عن ناس بنشوفها بنسبة كبيرة جدا جدا عند الأزواج وهو أن الشريك الحياة يكون صاحب شخصية درامية يعني إيه شخصية درامية؟ يعني شخصية مهولتية بتميل إلى التهويل والمبالغة وممكن توصل للكتب كمان ومن كتر ما بيمارس الكتب مع اللي حواليه ما بقاش حد بيصدقه وبيحتاج ويبحثوا وراه كتير عشان يعرفوا هو إذا كان صادق ولا كان كداب ويعرفوا فين الحقيقة وبيمارس الصفات دي عشان بيحاول يظهر بصورة الزوج البطل قوي الزكي اللي بيعرف كل حاجة واللي بيعرف التايها واللي بيعرف اللي ما يعرفوش حد وبالتالي يكسب دعم وتعاطف الزوجة وانبهارها وانبهار مش بس انبهارها وانبهار كل اللي حواليه وممكن تكون الشخصية الدرامية دي كمان الزوجة يعني ممكن تكون الزوجة الشخصية هي الشخصية الدرامية بالذات إن هي أكثر عاطفية ومحتاجة للاهتمام ومساعات كتيرة اللي بيعيش الشخصية الدرامية دي بيظن إن الطريقة دي بتخلي الناس تهتم بيه زي مثلا الشخص اللي هو بيحس لما حد يدوس على رجله يسرخ ليه طيب عشان الناس تيجي تطبطب عليه لأنه هو أصلا ساعة تمدس على رجله هو كان محتاج أن حد يطبطب عليه فيسرخ فيمثل أنه هو متألم عارفين أنتو الشخصيات اللي بتمثل أنها متألمة ومتمثل أنها موجوعة وبتمثل أنها في وضع صعب جدا جدا ومش قادر يتحمل لكن الأسوأ أن الزوج يكون هو صاحب الشخصية الدرامية في حديث سيدنا عبد الله بن سعود يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحهم وقال لهم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتبع أن الله صديق وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتبع أن الله كذب أنا عايز أقول إيه هنا أن حضرت النبي لما علمنا أن الصدق يهدي إلى البر وده في كل العلاقات يعني ده مش بس في الكلام ده في الأفعال في الحركات في الأفكار في التعامل مع الناس فمفتاح سلامة العلاقات والصدق ولذلك الصدق دي قيمة من القيم المتفق عليها كل البشر فالصدق مش معناه عدم إفشاء الأسرار ولا الكذب معناه إباحة الخصوصية لكن تكون عشان تكون صادق تكون مؤمن لشريك حياتك في كل ما يخص علاقته فتبتعد عن الكذب والتهويل عارف ليه؟ لأن الكذب والتهويل الكذب بيفقده الأمان والتهويل بيخليه حس بالتهديد والمبالغة بتخليه مش قادر يعرف فين الحقيقة في كلامك وبالتالي يفضل يشك طول الوقت ويحس بأنه هو مش ممكن يكون فيه أمان معاك ده اللي بتحسه الستات كتيرة مع الرجال وفي رجالة بتحس ده مع الستات بس الستات طول الوقت تقول أنا مش حاسة بأمان طبعاً يجي الراجل يقولها أنا ما عملتش حاجة لقد ضربتها ولا أزيتها ولا عمل حتى حاجة بس هي بتقولي أنا ده ملوش مسكة أنا مش عارفة له حاجة مش قادرة ده مش المحل اللي هي بتقول مش قادرة فهمه هي بتقول مش قادرة أثق فيه في بعض السمات اللي بتكون كمان موجودة عند الشخصيات الدرامية واللي بتخليه يبقى شخص مهولاتي ومبالغ أو حتى كداب أول السمات دي أنه هو متمحور حول ذاته يعني متمحور حول ذاته مش شايف الدنيا غير بعينه فهو مش بيكون شايف حد غير نفسه وعايز الكل يهتم بيه ويمدح فيه ويحسسوه أنه هو البطل خارق حتى على فكرة هو ما عملش حاجة وعشان يوصل الناس لده بيلجأ لأنه يهول كل شيء حتى الأمور البسيطة فيقول مثلا النهاردة في الشغل كانت هتحصل مصيبة لولا أني أخدت بالي وحلتها بس تعبت قوي 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 تعبت قوي قوي في الشغل ده وإيه اللي حاصل والشغل ده يخرب من غيري طبعا كلنا بقى متوقعين أنه هو عمل إيه دفع دين الشغل دوت اللي كان عيفلس مثلا متوقع أنه ده عمل حاجة شديدة لانبهار فإيه اللي حاصل يفاجئنا بأنه هو طفى الكهرباء اللي كانت زيادة بس شفت أنا بعمل إيه شفت قلبي إزاي على الموضوع ده ولأ وعايزنا إيه نسقف ده أنا عملت إيه أنا مرضتش أقف قدام مديري لما هو قال كلمة زعلتني تخيل كده لو وقفت قدامه كان هيحصل إيه يا سيدي ولا هيحصل لأي حاجة والله ولا هيحصل لأي حاجة غاية المراد أن أنت تاخد يومين جزء وخلاص عادي يعني والشغل هيشتغل وهيبقى زي فل أو أنك أنت هتقول الكلمتين والراجل لو كان حكيم ومدير حكيم هيعدك كلام ولا هيسأل فيك ولا أي حاجة وهيتبرك شخص متجاوز وهو مترفع عن تجاوزك وخلاص وهيتغاضى عنده فهو مش عاوز يبزي المجهود عشان يكون زوج يعتمد عليه ومسؤوله ومراعي ومسؤول وهو راعي عن رعياته وهو مسؤوله عن رعياته لا 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 خالص مش عاش كده لكن هو بيتجه للطريقة السهلة وهي التهويل المبرغة والكذب في رسم صورة البطولة دايما لنفسه بالكلام يعني نصلا يلاقي حاجة حصلت كده يقول لهم عارفين أنا السبب في ده عارفين أيوة انتوا عارفين الحكاية دي ان أي حاجة تحصل كده هو ده أنا لولا ما أنا تدخلت ما كانش ده حصل بنته إيه اللي حصل المدرسة عملت مشكلة فيقول لها على فكرة أنا اللي كلمتهم في المدرسة ولا هو أكلمهم في المدرسة ولا عمل أي حاجة عارش أي حاجة عشان دي كمان بيستخدمها كوسيلة من الوسائل اللي تساعدوا على انه ما يتعبش ويتساعدوا على الهروب من أي شيء مطلوب منه السمة التانية بقى اللي عم تبتبع عنده الأنانية فالشخصية الدرامية في الغالب شخصية أنانية لأنها ما بتشوف شغل نفسها فبتكون شخصية أنانية هبتلاقي الشخص مش بيفكر في حاجة غير نفسه وإزاي يسعد نفسه ويعمل كل اللي يبسطه ويريحه هقول لك الشخصية الدرامية دي ممكن تعمل إيه؟ تعمل حاجة ظاهر فيها أن هي بتساعد حد بس هي وبتساعد الحد ده هو بيرسم صورة نفسه شفتوا أنا إزاي الناس كلها محتجالي شفتوا أنا يد إيه مهم في حياة الناس إيه ده إيه وإنتا كنتش بتساعد فلان ده عشان بتساعده وعشان تبقى إنسان خير لا ده أنا بساعد ده لأن الناس دي ما تقدرش تعيش من غيري وهو إيه اللي ساعده إيه؟ شلوا حاجة كانت تقيل عليه فقط ما عملش أكتر من كده وطول الوقت بيعمل كده يقول يحسس الناس ويتكلم بقى على الأشياء الخفية اللي ما حدش عارفها آآ الكلام بقى عن الوزارات والكلام عن الإدارات العليا والكلام عن الحاجات المستخبية والكلام اللي بيجيب معلومات بقى ما حدش عارفها وده بيريحه بيبسطه ويريحه من غير ما يفكر في الناس اللي عايشين حواليه إزاي ممكن واحد يبني حياته على معلومة هو قالها أو على شئه هو قاله أهم حاجة هو يبقى مبسوط حتى لو المعلومة اللي قالها دي ما لهايش أي علاقة بالصحة وهتدمر حقاة إنسان مش مشكلة لأنه هو شخص فرداني بدرجة كبيرة جدا جدا ولو حد واجه بإنه بيهتم بنفسه وبيجذب على الناس عشان هو يظهر بمظهر البطولة إيه اللي حصل؟ يبتدي يتهمهم إنه هم مش حاسين دي ومش هم يقدرينه ومش عارفين هو قد إيه بيبزل منه عشان حياتهم تبقى مستقرة وقد إيه هو بيتبح نفسه عشانهم ويبكي آه شيء مهم جدا 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 ويبكي يعيط يعيط ليه؟ لأنه ابتدى يطلع المسرح ابتدى يعمل إيه؟ يعمل الشو بتاعه ولذلك تجد الشخصية الدرامية السمة الثالثة بقى عنده هي التهرب من المسئولية فهو تعود يكون محور اهتمام أسرته قبل الجواز وكان هو المدلل عنده فكانوا دايما يهتموا به ويلبوا طلباته ويداروا على مشاكله ويحللوا مشاكله بأي طريقة ويتحملوا كل الأخطاء بتاعته ويبرروا وكمان أفعاله وتصرفاته المختاة في الغالب بيبقى ناس كتيرة من الشخصية دي بيكون كده وفي الحقيقة وهو ممكن يكون كمان الشخصية دي كانت دايما بتتعاقب في تعلم اللوع وتعلم التهرب عشان ما يتعقبش فيكون الدفع لي إن هم مش عايزين يعترفوا بأخطاءهم في تربيتهم مثلا تربيتهم من أولادهم فكان عنده دايما حد بيشين مسؤوليته ومش بيخليه يتحمل طبيعته فيبقى صعب إنك تحمله مسؤولية مسؤولية بيت وزوجة وأولاد وخاصة بعد الجواز وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا إن كل شخص مهما كان مكانه فهو راعي ومسؤول عن رعياته فقال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته فالإمام راعي ومسؤول عن رعياته والرجل راعي في أهل بيته وهو مسؤول عن رعياته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعياته فالعبد كمان راعي في مالي سيدي ومسؤول عن رعياته كلكم راعي كل واحد مسؤول بشكل أو بأخ كل واحد عليه تكليف انه هو يحفظ الاخرين بشكل او اخر لكن هو ما يعملش كده يتهرب من المسئولية السما الرابعة دي بقى سما مهمة اوي 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 الشخص الدرامي بخيل بخيل اتعود انه ياخده ما يديش فزوجته مثلا هتلاقيها دايما بتعاني معاه في كل حاجة كل مرة بتطلب فيها حاجة بتعاني معاناة شديدة اوي لانه للاسا فاكر انه ازكى دايما من الناس اللي حواليه فيبتدي يبالغ ويهول وفاكر انه محدش هيعرف الحقيقة انت عارفة انا عم بعمل ايه انت عارفة في الشغل دوت انت عارفة بيدوني كام انت عارفة انا بعمل ايه عشان اجيب الفلوس دي انت عارفة انت عارفة انت عارفة وللاسف بعض الاحيان يلاقيها جاي بشيد بتاع المرتب بتاعه فطبعا بتبقى مشكلة فيقول له انت فاكرة ان اللي انا باخده ده ده انا بعمل كذا وكذا وعلي ديون ديون منين فتجي تسأله احنا ديون ده احنا حالتنا الديون دي خدتها وقضتها فين انت مش عارفة ان انا بصرف كم في الخروج الواحدة ويروح اعمل ايه ويروح ضرب رقم ضخم ولا انت عارفة انا بصرف بيصرف كم فيقول رقم ما يتناسبش خالص على الاكل ولا الشرب اللي بيأكلوا اشربوا البيت ويبقى البيت محتاج حاجة فتطلبها منه فيقول لها سعروا مبلغ جدا جدا في الحاجة عشان يهرب ان ايه يصرف نظرة عن الموضوع ده في حين انك بتلاقيه يهتم بنفسه بيصرف على نفسه ومنجه نفسه ومتع ذاته لكن لما زوجته اولاده يطلبوا منه حاجة يقول لهم اجيب من ايه انتوا مش شايفين ان انا مضغوط وعلي التزامات كتيرة وربنا سبحانه وتعالى وصعنا ليونفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه ايه اللي يحصل فليونفق مما اتاه الله لكن هو ما بيمشيش كده فربنا سبحانه وتعالى لما اعطاك ما اعطاكش عشان ده ليك انت ده اعطاك لانك وسيلة لإسعاد من حولك فانت لما تصرف كده لازم تتقل الله في اهل بيتك وما تحرمهمش وما تخلهمش في حالة الطراب وعشان كده من الاثار السلبية للتعامل مع الشخصية الدرامية ده ان شريك حياته يفقد الثقة فيه والاسوأ كمان انه يفقد احترامه ليه وبيقلف نظره وتلاقي الزوجة بتقول لي لأسف زوجة نزل من نظري من كتر كدبه عمال على بطال وإيه اللي يحصل وينتقل الاثر السيء ده كمان للاطفال ويتعلموا من ابوهم الكدب وعدم تحمل المسئولية يكدب ويهرب وممكن كمان الاطفال يشعروا بالرفض وان والدهم مش بيحبهم لانه طول الوقت بيبخل عليهم بمشاعره طب نعمل ايه في الورطة دي دي وورطة صحيحة صعبة دول الست اللي عندها زوج بهذه الصفات الدرامي دوت الكداب الملاوع هنعمل فيه ايه المخادع ده هنعمل فيه ايه لابد من جلسة اول خطوة اول كده اول اول فتحة الكلام جلسة مصارحة بس جلسة مصارحة ايه هادية جلسة مصارحة محبة مش جلسة مصارحة منتقمة ولا عدو احد اهم مشكلات الزوجات اللي بتكلم زوجها ان في بعض الاحيين عشان هي بتتوجع بيبان في كلامها كأنها بتنتقم فلازم الزوجة لما تيجي تتصرف تتصرف تصرف المريدة للاصلاح مش المنتقمة وهنا بقى ساعتها هيقدروا يحددوا لما يجلسوا الجلسة به ده يحددوا التحديات في علاقته بهدوء مع وعد بمساعدة الزوجة لزوجها ومساعدة بعض عشان يتجاوزوا الامر ده يبقى قاعدة فيها الصفات دي قاعدة هذه القاعدة ايه؟ هادية قاعدة ود قاعدة مساندة ومساعدة للخروج من الاسم دي توصف القاعدة تاني حاجة نجدول المسئوليات بتاعتنا احنا مش هنهرب من المسئوليات بس هنجدولها يعني اللي احنا طلبينه ده بدل مع ان نطلبه الشهر ده هنطلبه على ثلاثة شهر وتعالى بقى نقعد ونجدول ايه؟ الحاجة اللي علينا بدل يا سيدي ما احنا طلبين منك ان انت تقعد معنا ساعتين قعد معنا نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل قعد يا سيدي نص ساعة بس في يوم الاجازة عوضنا بساعة في الاجازة يبقى عندنا عن عوض يا سيدي نصين ساعة فعوضنا يومين نجد وللحاجة مع مساعدة الزوجة ليه إنه هو يستطيع إنه هو يأدي المهام اللي في الجدولة دي يعني إيه اللي حاصل تخلي النص ساعة دي بمقدار ساعة فالأولاد يشبعوا يشبعوا محبة وهي تشبع محبة طب تعمل كده إزاي إنها تكون عاملة برنامج للنص ساعة دي يعني النص ساعة لما تيجي تبقى متخططها لأنها مش منتظر إن واحد بخيل هيجي يديكم في النص ساعة كل حاجة لكن النص ساعة دي محتاجة إيه محتاجة واحد يكون مخططة تالت حاجة لازم نستشير المتخصصين بقى لو الكذب وصل لمرحلة متقدمة غير قابل للسيطرة يعني فيه حاجة أسمعها أنا بسميها إدمان الكذب ساعات إدمان الكذب بيخلي الواحد يكذب بدون أن يدري يعني يكذب لدرجة أنه ساعات بيكذب كذب أنا بسميه كذب المكعب يعني يكذب فيكذب فيكذب وده ما مقتضى الحديث كده يعني من إدمانه للكذب يكذب فييجي في الكذبة يروح يكذب فييجي في الكذبة التانية يكذب فيبقى القصة كلها أكذيب فأنت عشان توصل للحقيقة تحس إن أنت دخت فإن لحاصل؟ فبعض الأحيان دي الواحد ما بيعرفش حلامة لوحده فالكذب فيه إدمان زي إدمان المخدرات بالزبط فقد نحتاج فيه إلى علاج وإلى تقويم وإلى تعديل سلوكي تعديل مفاهيم فيبقى نحتاج علاج معرفي سلوكي ساعة ما نحتاج إلى علاج المعرفي السلوكي ده يخحللنا أشياء كثيرة جدا جدا كمان إحنا محتاجين في الخطوات اللي إحنا بنعملها كمان إن إحنا بشكل واضح لا نتمادى في سماع الدراما ولا نتمادى في التعامل مع الدراما يعني أول ما يتعامل يجي يتعامل بدراما لا نبدي اهتمام يعني لما يجي يقلب بقى ويطلع على المسرح ويعيط لا نبدي اهتمام وفي نفس الوقت لا نمارس الاحتقار يعني ما احتقرهوش فيحس بأن الدراما دي مالهاش فائدة يعني لما يجي بقى يبتدي يهول يبتسامة عادية زي أي حاجة بسمعها في الراديو أو أي حاجة أنا مش مهتمة بيها فما اسمعش الكلام ده لكن في نفس الوقت بقولوش أيوة أيوة أقولي الكلام اللي انت بتقوله ده لا ما تعملش كده هذه بتخلي المسائل هو على طول هيروح سائب الموضوع ويروح ماسك في هذه السخرية ويبقى المسائلة ان انت ما بتحترموش فلا مش هنيعمل كده فمهم جدا جدا اننا اتجاوز ما اسمع اخر حاجة لازم نعملها ببساطة خالص هذا الشخص اللي هو الدرامي ده في كتير من الاحيين والله بيبقى مسكين محتاج ان الزوجة تطبطب عليه لانه هو ده اللي عاشه حياته هو طول الوقت بيهرب وطول الوقت بيعمل كده عشان يقدر ينجو من الشبح اللي هو في دماغه ده والسؤورة السوداء اللي عنده فهو بيكدب فهو كتير من الاحيين لانه شايف الكدب بيحميه احنا عايزين نحسسه بان احنا بنقبله من غير كدب يعني لو هو نروح للموضوع اللي هو كدب فيه ونقول له والله لو كنت قلت لنا كده احنا ما كانش هيبقى عندنا مشكلة وفعلا لما ييجي المرة الجاية ويتكلم من غير كدب نقبله حتى لو اخطأ مرة في مرة في مرة في مرة مع ذهابه المتخصصين هيتعالج الكدب ده عنده ويحس ان الناس بتتقبلوا بتتقبلوا لذاته لان كتير من اللي بيعيشوا الدراما دول عايزين يلفتوا النظر اليهم وعايزين الناس تتقبلهم لان هم بيعانوا في كتير من الاحيين من الرفض احنا لو عملنا كده فاحنا نتعامل بشيء من التوازن الكبير جدا 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 مع شيء انا بعترف ان هو صعب ان هو يتحمل عن الناس اللي مش مدربين وعشان كده احنا عملنا الحلقة دي لان هو امر صعب جدا 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 على الشخص اللي ما يعرفش وما يقدرش يتعامل معاه الانسان اللي هيتعامل مع شخص درامي وهو مثلا شخص بيرفيكشنست ساعي للمثالية او شخص زي ما يقول كده دغري هيتعب جدا ويحس ان هو للأسف يعني بيتعامل مع شخص اقل ما يقال فيه ان هو انسان انا اسف يعني انسان بسبب الكتب اصبح انسان وضيع لا احنا عايزين نركز ونكون مساعدين للناس ونخرج احسن ما في الناس لما ندفع باللتي احسن لو عملنا كده ان نكون بنتعامل بالتزان مع احبابنا اللي هم وان كان عندهم صفة صحيح مؤذية لكن في الاخر احنا نستطيع ان احنا نساعدهم انهم يخرجوا احسن ما فيهم ويخرجوا من هذه الصفة حتى ولا كانت هذه الصفة تم ادمنها يلا نتؤكر على الله ونساعد احبابنا انهم يخرجوا من هذه الحالة يا رب العالمين نسألك مددك نسألك مددك على الدوام ونسألك فتحك على الدوام ونسألك نصرتك على الدوام ان تنصرنا على انفسنا وان تجعلنا من عبادك الذين يكونون عونا لأحبابهم على ان يظهر فيهم حسنك يا رب العالمين اللهم جمل اخلاقنا بجميل نظرك الينا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل نلتقي باسألتكم المباركة ونويب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه عسلتكم المباركة ويفضل جسر النور اللي بيخلينا دايما في مجالس العلم اللي كي نذكر عند مولانا سبحانه وتعالى في الملأ الاعلى يظل الجسر ممدودا وناخد اول سؤال معانا استاذ رضا استاذ رضا السلام عليكم استاذ رضا اتفضلي يا استاذ رضا السلام عليكم زي حضرتك فضل ونعمة الحمد لله كل عام وحضرتك طيب واولادك طيبين يا سلام انا احب جدا اللي يدعي اللي يدعي زوجتي واولادي شكرا يا استاذ رضا ولا ربنا يا ربي خلهم لك يا رب البلد فيهم يا رب يا رب يا رب حضرتك انا انا عندي سؤال انا ابني ابني كان عنده عربية مخلوبات وعارفها للبيع طيب فانا عندي بنتي هي يعني عام ابني بالضبط طيب فهو بل دنتي قالي انا عايضة العربية طيب قال كله ماشي يا حمد لدول العربية قالي بس قال لي السمن ولयا اللي Flat اللي عند اخت تبقى عندنا يعني وآه ماشر عشان خاطر الضهر طيب زعلوش المهم خد العربية قاعدة حوالي معاها اربعين يوم. كان مشغلة هي مكربات. المهم رجع قاعد ايه? قال له ده العربية عايزة بتاكل زيت. وبتاكل مش عارسة ايه? وفيها كل حاجة بيضة. هو وصلنا احتيها شوات حاجات كده ركب كهربة ومع ركب ايه? وحاجات كده صربت حوالي بتاع اه اربعة ستاقل. طيب. بس ايه المهم? يا ربي اربعة ثلاث. المهم دي قال له مشغل العربية. زي قال له ايه العربية هات опас لغ اخد فلوسها. اه فنس حامت. اللي هاتنا من العربية زغالة ت شغس بر ازار وخصمها 10 تلاف جنيه. ما خاص مع عشر تلاف جنيه من الفلوس اللي دفعها في التصليح? آه من الفلوس من الفلوس اللي هو هو دفع من الفلوس اللي دفعها من الفلوس اللي دفعها في تمن العربي. بتمن العربية. وحاجات بكده. طيب. اه اه ايه خد العسر تلاف و هو عتلة 60. فدات العربية لسه مكتوبة باسمه باسمه جزبينتي مانعجش الملكية بتاعتها المهم طبعا مدات العربية عملت مخالصة اتحبتت عادت حوالي 4 سهور تحددنا انطلعها فطبعا هي باسمه هو فابني راح يطلع له تعالى طلع لي العربية فقال له اطلع لك العربية بشرط اخذ رعاة السلف دي اللي انت خذتوه هل ده من حقه طيب انا اقول لحضرتك انا اقول لحضرتك بس يا ستي لو كان بيقوله ادفع لي العشر تلاف جنيه ده لان العربية باسمي وما حصلش الاجراء ان العربية تتنقل لملكية ابنك فده مش من حقه لو كان بيطلب الكلام ده كشخص بيسحي الحاجة وان دوت هيساعدكم في ده فده كذلك مش من حقه هو مش من حقه اللي هو يساوم على انه هو يعمل اجراء كان واجب عليه انه هو يعمله هو واجب عليه انه وينقل العربية دي مدام الامر انتهى وهو لما دفع لما ابنك خادل عشر تلاف جنيه في مقابلة استغلال العربية لمدة اربعين يوم ده وهم تراضوا على ذلك خلاص بدلا هم تراضوا على ذلك فخلاص فده جائس خلاص وهو تنازل على العشر تلاف دول بدلا هو رضي يبقى ده كان عن تراضي ما هو يبقى ابنك ما اكلش ماله بالباطل ده هم تراضوا على ذلك كنوا بقى جاي عشان يخلي العربية تخرج عشان هي مازالت باسمه فيطلب مقابل لده مقابل بس انه هو يروح لو هي عليها مخالفة ياخد الفلوس من ابنك يدفع المخالفة عشان هي باسمه لا ده مش من حقه لان ده اجراء اتأخر كان لابد ان الاجراء ده يخلص من خمس تشر من اول مرجع العربية تاني يبقى لا مش من حقه ان هو يطالب بده لكن لو ابنك اداله فلوس دي عشان يخلص الكلام ده وكأنه عشان يعجل الكلام ده الفلوس دي مش هتبقى حرام يعني ابنك لو اداله فلوس ده عشان يعمل كده يبقى هو مش حرام لكن هو له ان يطالب بهذا لا لكن لو ابنك اداله فلوس دي عشان نشهل الموضوع يعني يبقى خلاص ده صدقة من ابنك يبقى دي صدقة من ابنك لكن مش واجب على ابنك ان هو يدي له فلوس دي لان فكرة ان العربية تكون باسم ابنك ده اساس لانه خلاص احنا حصل فيه حاجة اسمها اقالة ورجعنا البيعة وخلصنا على كده خلاص يبقى هو مش من حقه ان يطالب بالعشر تلاف جنيه دول خلاص ده بناء على كلام حضرتك مع التسليم ان الحضرتك بتسأليني دلوقتي على هذه المطالبة خلاص طيب معانا السيدة امو محمد اهلا السلام عليكم اتفضل يا سيدة امو محمد اتفضل ونعمة الحمد لله بقول لك يا شيخ انا جوز بيشرب حشيش وضرب وهانا ويدلق الاكل عليك ويجيب ماء من الحمد ودلقه في الصالة ومش عفة انا اغطى مصله وبدأ عليه بالموت اتعبت منه والفوز وحشي ماشى مع الشباب ملاش لازمائي وقد يشرب معاه ومصهر معاه عنده كم سنة عنده 43 سنة هو بيصلي يقول لك ملكش دعوان ما شامع من الحاجة حرام لا وطبعا شرب المخدرات حرام طبعا لا حرام حرام ويضلوا 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 اي اكل يضلقه علي يضلوا في الفرش يعني مجنني وبصلي والله يا شخ ومن كدر تعمله واروح عنده اهل وليس بيعيالك وتعم مش ربيعيال حد طيب أنا جاء فين سؤالك يا أمو محمد ايه فين سؤالك سؤال الوقت مش حالفة اعمل ايه اطلق منه اقول لك هقول لك يا أمو محمد هقول لك بصي جوزك اللي عنده ده ده أثار الإدمان يعني اللي هو فيه دوت دي أثار الإدمان التصرفات غير منضبطة والتصرفات العبثية والتصرفات غير المستقيمة دي دي تصرفات الإدمان ولازم نعرف إن مخدر الحشيش فيه إدمان فيه إدمان ومن أسوأ أنواع الإدمان وهل هو خطر؟ ده من أسوأ أنواع المخدرات أيضا لأن ده ما بنعرفش إمتى العقل هيفصل وإمتى المسألة على التسوق ولأن الناس عندها اعتقادات أنا بسميها خرافات مخدر الحشيش إن هو بيعمل المزاج وإن هو بيقوي ما عرفش كل دي خرافات ولا لي علاقة خالص ده دي كلها أكذيب وإن هو عشب كل دي أكذيب كل دي أكذيب إنما روّجها التجار المخدرات فهي أكذيب لا علاقة له وهذا باطل وهذا من الخبيث الحرام أكله والحرام شربه هذا خبيث لا يجوز الإنسان أن يتعطاه فزوجك أولي له لا ده خبيث وحرام عليك وأنت تقع في إهلاك المال وإهدار المال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيلة وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال أنت تضيع المال تضيع المال في لا شيء فأنت حرام عليك اللي أنت بتعمله ده ده أول حاجة فما يجيش يقول إن المخدرات دي حلال لا طب نعمل إيه بقى تعالي قولي له إحنا دلوقتي عندنا أولاد إجلس معاه جلسة كده وقولي له إحنا ما عندنا أولاد والأولاد دولة حرام يضيعه وبالطريقة دي الأولاد ها يضيعوا ها يضيعوا فقال أنت تحب إن أولادنا يضيعوا ولا تحب إن أولادنا يعيشوا في حياة مستقرة وحياة آمنة لازم نكلموا بهذه الطريقة لو ما كلمناهوش بهذه الطريقة هتبقى مشكلة فإحنا أول حاجة لازم يبقى فيه وقفة وهذه الوقفة تكون مشترط فيها إنه يتعالج من الإدمان لأن طبعا أصعاب المخدرات بيبقى عندهم فترة اسمها فترة الإيه الإنكار أنا مش مدمن ده أنا بعمل الكلام ده تفريح وهو ده كله كذب ده من أقوال النفس الأمارة بالسوء والشيطان يبقى لازم يزكي نفسه ويعرف إن الصوت ده صوت النفس الأمارة بالسوء وصوت الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فلازم يعرف إن ده صوت النفس الأمارة بالسوء وحرام عليه يبقى إحنا لازم يبقى فيه وقفة بتقولي لي إن أنا أتطلق ولا ما تتطلقيش غير لما تعمل الوقفة دي عشان تبرئ زمتك ومش بقولك بعد كده تطلقي لازم نعمل الوقفة دي كخطوة أولى لازم خطوة أولى نقف الوقفة دي لأن الوقفة دي ممكن تجيب نتيجة وخاصة لو كنا مع ناس حكماء مش عارفين تقفوا الوقفة دي روحوا لمركز الإرشاد الزواجي عشان تقفوا الوقفة دي لإنها وقفة مهمة جدا جدا قبل اتخاذ أي قرار نعم أستاذ زهاب من السويسي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يديك عننا كل خير يا فضل الشيخ الله يرضى عنك ويبارك فيك الله يكرمك الله يحضر لك أنا قبله من عمر 55 سنة شاب يعني الله يكرمك الله يبارك فيك يا رب من حوالي 14 سنة كنت اتفصلت عن الزوجة وكان معايا بنت كانت عندها سنة وتمن شهور عدت بعد الانفصال حوالي شهر بشوفها يوم في الإسبوع فجأة لقيتها قطعتها مني ومش عايزة تورهاني خالص ومبرغة الرسول اللي بيننا يعني اني عايزي شوفها يشوفها عن طريق المحكمة ورفعت علي اعوادي اللي هي تسعة النفقات تم انا ما لقول لنا تمام فقعدت 14 سنة بحاول أشوفها مش عارف أشوفها لغاية ما توصلت للمدرسة بتاعتها ورحت كنت بشوفها في المدرسة البنت مكرهنها فيها بطريقة رهيبة 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 البنت لما انفصلت عن أمها كنت عندها سنة وتمن شهور لما رحت كنت أشوفها في المدرسة كنت عندها ست سنين يعني تعريباً خمس أربع سنين ونص معرفش حاجة عنها وشكلها بغير وكل حاجة هي اللي فتحت لي في الفصل بسألها عن اسم اسم الطالبة في الفصل هي اللي قالت لي أنا يعني أب واقف بيكلم بنته ومعرفش من هي بنته ولا هي تعرف أن هي وأبوه فلما قلت لها أن أنا باباكي لقيت البنت تحكت لمدة ثلاث ثواني بالضبط وبعد كده قمت اترعشت وجرت على الميز بتاعتها وقالت تترعش بناء على أن هما مخوفينها من بابا طب فين السؤال يا أستاذ زياب فين السؤال يا سيدي السؤال يا مولانا هما ما يعرفوش أن أنا أب إلا في الفلوس في المحاكم زيادات نفقة طب أنا من حق رؤية بنتي بنتي لما بروح لها المدرسة مولانا بتعملني أسوأ معاملة أسوأ معاملة قدام المدرسين المدرسات ويعوضي بقدلوها عليكي بابا ده بابا كويس بتعديده كده سؤال حضرتك فين يا أستاذ زياب السؤال يا مولانا أنا دلوقتي خلاص جالي مرسال أن أنا ما روح لها المدرسة تاني يعني حتى الوسيلة اللي كنت بشوف بنتي فيها اتمنعت عنها أنا دلوقتي هل أليها زنب من ناحية بنتي دي اللي أنا اتحرمت من رؤيتها اتحرمت من حضنها اتحرمت أن أتعامل معاها اتحرمت أن أنا ربيها اتحرمت من كل دوت مش كل راجل ظالم مش كل راجل ظالم أنا أجاوب على حضرتك يا أستاذ زياب بصوا جماعة عشان بس إيه أقول لكم عشان أنا كنت قلت لكم أن أنا في مرة كنت في لجنة من اللجان اللي كانت مسؤولة عن التفكير إزاي عن التعامل في قضية قضية ما يتعلق بالأحوال الشخصية اللي موجودة دي واللجنة دي كانت مسؤولة أن هي تدرس الكلام ده فأنا فجئت زي ما قلت لكم مرة أن حد اتصل بي قال لي أنا بكلمك باسم 2 مليون مطلق 12 مليون مطلق فحسيت أن البلد كلها مطلقة إحنا عندنا مشكلة في مسألة الرؤية وعندنا مشكلة في كذا 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 أنا معرفش طبعا جاب بتليفونيزة بس خلاص الحياة التانية بعدها بشوية ساعة اتصلت بي واحدة قالت لي أنا بنكلمك وعشان باسم برضو 12 مليون برضو مطلق وماشي طبيعي فإيه اللي حاصل إحنا محرومين من مسألة النافقة ومتبهدلين من الأزواج وده والعزب اللازل وده والدين ما بيقولش كده والدين ما بيقولش ياخدونا لحم ويرمونا عب كويس إيه اللي حاصل بقى إيه اللي حاصل أن الطرفين يتقوا الله عندك حق يا سيد إيهاب المرأة اللي بتكره البنت في أبوها ظالمة ومتعدية والأب اللي طلق الست من غير ما يكون يراعي مسألة العقل وطلقها من غير ما يحسب الحسابات بعد كده كذلك هو آسم اللي اتنين محتاجين يقف وقفة حقيقية مع نفسه تتنازل على أنك أنت كنت صاحب القرار الصح لما طلقت من أمهم أمها وتفتكر أن البنتي دي ملها الزنب في اللي أنتو اللي اتنين بتعملوه يبقى أنتو اللي اتنين المفروض تعودوا قعدة حقلاء طبعا واحد يقول لي يا مولانا أنت ياه أنت بتتكلم كلام رومانسي وبتتكلم كلام أمه لأنا المفروض لما نيجي نتكلم ونتكلم من مدخل الدين نكلمكم بإيه بهواكم نكلمكم أن كل واحد فيكم صح نكلمكم عشان كل واحد فيكم نغز فيه لانتقامه الحقد نكلمكم عشان تدمروا لأولاد إذا ما كنتوش عارفين هتعملوا إيه مع أولادكم بتخلفوهم ليه أولاد دولا ملهمش زنب يا أستاذ ذهاب أنت شايف اللي بنتك كرهوها فيك هتعمل إيه أنت مسؤول أن تحبب بنتك فيك إزاي توريها إزاي الرجل بيتعامل مع الست خلي الصورة اللي هي رسمتها لك زوجتك تتكسر على حنيتك مش أنت مسؤول أن الست شفته الشيطان أنا قلت لكم أنا طلقتها لأن هي الشيطان ما شو هو ده المطلوب يا أستاذ ذهاب طيب أنت عايز تشوف بنتك محدش منعك خالص 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 أن أنت ترفع عضية عشان الرؤية لكن أنا بمنعك أن أنت تفضل مصر على أن أمها ضيعتها الحالة اللي فيها بنتك دي مش نهاية العالم دي بداية علاقتك بداية مرحلة جديدة لعلاقتك ببنتك و أنا بنصحك ما تضيعش الوقت مش أنك أنت خلاص بنتك شايفك كده لا بنتك هتفتكر أن أنت كنت بتجي لها المدرسة كل يوم وملح أن أنت تروح لها وملح أن أنت تشوفها وملح أن أنت تعمل كذا مش هتنسى ده استمر بتقول لي أعمل إيه؟ استمر في أنك أنت تحسن لبنتك واستمر أن أنت تعمل ده يا سادة نستحرفكم بالله رفقا بأولادكم اتقوا الله في حاجة اسمها الطلاء المتحضر الطلاء الجميل التسريح الجميل الحياة ما تستحقش أننا نتحمل ظلمنا البعض وظلمنا كمان لحتة من قلوبنا ظلمنا لأولادنا يا رب جعلنا من الأطقياء وجعلنا من الأبرار ولا تجعلنا من الظالمين واجعلنا من المرحومين الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر